اهلا بكم مشاهدين من جديد نبدأ النشرة من الشأن المحلي حيث قالت شركة ألمنيوم البحرين ألبى المدرجة ببورصة البحرين أن إنتاجها السنوي ارتفع بنحو 1.1% خلال عام 2016 بمقارنتها بإنتاجها عام 2015 وأضافت الشركة أنها حققت حجم إنتاج قدره 971.4 ألف طن متري لعام 2016 هو الأكبر في تاريخ الشركة وأوضحت تيم موري الرئيس التنفيذي لألبى أن ارتفاع إنتاج الشركة جاء نتيجة الأداء من مجال السلامة بدون نفقات رأسمالية تذكر متمنيا تحقيق إنجازات أكبر في العام الجاري وكشفت الشركة في أكتوبر الماضي أنها تمكنت من زيادة إنتاجها في الربع الثالث من عام 2016 رغم تراجع إسعار الألمنيوم بجميع قطعاته مسجلا زيادة سنوية بنسبة بلغت 2.4% وكانت أرباح الشركة تراجعت في التسعة أشهر الأولى لعام 2016 لتصل إلى 34.8 مليون دينار مقابل 75.66 مليون دينار في الفترة المقارنة من عام 2015 وفي خبر محلي آخر يخص التجار البحرينيين أطلقت تمكين برنامج تمويل بلس وذلك بالتعاون مع بنك البركة الإسلامي بمحفظة وقدرها 20 مليون دينار بحريني وبشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية وبنسبة ربح تنافسية وتهدف تمكين من خلال هذا البرنامج إلى دعم المؤسسات المتوسطة والكبيرة حرصا منها على معالجة أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات خلال مراحل تطورها المختلفة وجاء برنامج تمويل بلس نتيجة للدراسة التي أجرتها تمكين لتحديد احتياجات مؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين والتي أوضحت وجود فجوة تمويلية في تمويل المشاريع التي تزيد عن مليون دينار بحريني وهو ما دفع تمكين إلى إيجاد حلول تمويلية لدعم المؤسسات المتوسطة والكبيرة من خلال تقديم تمويل لهذه المشاريع بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية مما طبعا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن إنتاج المصوغات الذهبية في البحرين خلال العام المنصرم تراجع إلى 7.5 بنسبة تصل إلى 12% عن عام 2015 والذي سجل إنتاجه نحو 9 أطنان طبعا كما تعلمون مشاهدنا فإن الذهب البحرين الخالص يعرف محليا وخليجيا وعربيا بجودته وأصالته وتنفسياته العالمية مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عامر لعتم من المتعرف عليه في منطقة الخليج العربي والدول العربية ككل أن الذهب البحريني يعتبر أفضل أنواع الذهب شهرة في المنطقة إذ يشهد الذهب البحريني رواجا من قبل العائلات الخليجية لشراء المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها وتوضح البيانات الرسمية أن مجموعة أعداد المصوغات المنجزة عام 2016 من الذهب البحريني بلغت 7.5 طن بانخفاض نسبته 12% عن العام 2015 ويؤكد تجار معنيون بقطاع الذهب والمجوهرات أن مبيعات الجملة للذهب البحريني تراجعت خلال العام المنصرم بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي 2015 وفيما يتعلق بالمصوغات المرفوضة وغير المجازة تشير الأرقام إلى أن في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2016 سجلت أوزان المصوغات حوالي 141 كيلو جراما مقارنة بالعام 2015 والذي سجل أوزانا غير مجازة بلغت 212 كيلو جراما للفترة ذاتها بتراجع نسبته 33% وأرجعت الوزارة تراجع نسبة المصوغات المرفوضة من الذهب البحريني والتي لم تتعدى 1.9% مقارنة بالمصوغات المنجزة بسبب المتابعة الحثيثة لتطبيق إجراءات الرقابة على المصوغات واستفائها للإشتراطات الفنية الخاصة بالمعادن الثمينة ويستخدم تجار الذهب في البحرين في تداولاتهم الذهب على هيئة سبائك مختلفة الأوزان ممهورة بختم رسمي يحدد وزن كل سبيكة ومعيارها وحول فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة في البحرين تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع بنسبة 276% عن مجموع الأعمال الواردة لقسم فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة في الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2016 إلى 189 ألف عمل مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015 طبعا مشاهدين للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف ديمة الحداد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيسة لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بغرفة التجارة مرحبا بكم معنا في النشرة الاقتصادية بداية نستاذة ديمة ما هي الأسباب الرئيسية وراء انخفاض انتاج المصوقات الذهبية في البحرين خلال العام الماضي سبب انخفاض انتاج المصوقات الذهبية العام السابق هو قلت اقتلب من الأسواق المجاورة مثل اليمن والعراق والسعودية بسبب انخفاض النفط ووجود المشاكل في هذه الدول نعم بكل تأكيد فهذه هي احد الاسباب الرئيسية وراء الانخفاض ولكن هل الطلب على الذهب محليا وخليجيا فيه ازدياد؟ انا اعتقد ان الذهب البحريني مطلوب دايما وحتى الدول المجاورة لما تصنع الذهب في مصانعها تسمي ذهب بحريني بسبب شهرة الذهب اللي مطنع طبعا في البحرين مو من وقت قريب بس من يعني تقريبا من مائتين سنة نعم بكل تأكيد استمعنا في التقرير ان الاجراءات المتبعة لمراقبة المصوغات الذهبية حافظت على جودة المنتج البحريني لو تكلمين اكثر عن هذا الجانب وعن جهود لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات لتطوير هذا القطاع الهام خلال العام الحالي طبعا في سنوات اللي مضت كانت عندنا مشاكل في تأخير ختم المصوغات الذهبية وانتظار التجار لساعات او لايام حتى وكانوا يطلب منهم ان يعني يأتون بالذك في اوقات مثلا تصل الى اسبوعين ثلاثة سابع علشان تخدم وهاي طبعا يعطل تصديرها للخارج والحمد لله طورت الخدمات اللي تقدمها ادارة فحص المعادم والاحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة وهاي اللي اسهم في سرعة انجاز عمليات الفحص والدمج بالليزر والحمد لله يعني التجار مرتاحين من الخدمات اللي تقدمها الادارة وبعدين بالنسبة للانشطة والخدمات اللي تقدمها لزنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات في قرفة التجارة تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع معهد HRD Antwerp Institute of Gemology لتقديم برامج برنامجين بالتحديد متكاملين لتصميم الألماص والمجوهرات بالتعاون مع مجلس الأعلى المرأة الهدف منهم خلق فرص عمل جديدة للبحرينيين وإدماجهم في سوق العمل ولأن طبعا قطاع المجوهرات يعتبر من أهم القطاعات الهامة التي اشتهت بها مملكة البحرين بالإضافة إلى التفكير وكم عقد مؤخرا بعد عدة اجتماعات مع إدارة الأوقاف الجعفرية لبحث مشروع إقامة مركز متكامل لورش صناعة المجوهرات وبتكون صديقة للبيئة بالإضافة إلى مرافق لسكن العمال فيها نعم بكل تأكيد كل اللي ذكرتي مفروض أن نقدر نقول تغير توقعاتنا للعام الحالي بزيارة الإنتاج فما هي توقعاتكم عن إنتاج الذهاب لعام 2017؟ أنا دائما متفائلة وأعتقد بسبب شهرة مصوغاتنا الذهابية فلازم بيكون لها طلب والناس طبعا دائما تستعمل أو تشتري هذه المصوغات في مناسبات الزواج مو بس في دول الخليج بس حتى مثلا في الدول اللي سبقت وذكرتها مثل السودان مثل اليمن والعراق لجوزة المنتج طبعا ويعني أشي يقولون؟ لأصالة وجودها طبعا وليتقدهم بالذهب البحريني وتنوع المصوغات والأشكال طبعا شكرا طبعا الأستاذة ديم الحداد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيسة لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بغرفة التجارة شكرا جزيلا لك والآن مشاهدين نترككم مع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة